مصطلح التكراتية مصطلح في السياسة يعني نظام حكم اللصوص بمعنى هو النظام الذي يقوم على ثراء الأفراد لا ثراء الشعوب فثلاثة رجال لا تأمن إليهم أبدا رجل دين تحول إلى رجل سياسة ورجل سياسة تحول إلى رجل دين ورجل ما زال يفتي في السياسة من منظور الدين فالسياسة لا يمكنها أبدا أن تصنع منك رجلا ثريا إلا في حالتين إما أن تكون لصا سياسيا أو إما أن تكون خائنا فالخيانة لا يمكنها أبدا بناء الأوطان فإذا استطعت يوما أن تقنع الذباب بأن الظهور أفضل له من الكمامة يمكنك حينها أن تقنع الخائن بأن الوطن أغلى من المال مشاهدين في كل مكان سلام إليكم سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر الإسبوع نناقش فيها آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية مشاهدين كما تعودنا في هذا البرنامج يأتيكم في صباح كل جمعة في التاسعة صباحا نتحدث عن أخباركم وعن تفاعلاتكم على مواقع السوشيال ميديا يكون من ثلاث فقرات مختلفة أما في الفقرة الأولى سأكون معكم فيها أنا محمد ريان وأتحدث فيها عن تفاعلكم والأحداث الهامة التي تهمكم أنتم وفي الفقرة الثانية تكون معنا الزميلة أسماء وأجدي وهي فقرة اجتماعية تتحدث فيها أيضا عن أخباركم أما في الفقرة الثالثة من هذا البرنامج وهي فقرة رياضية مع الزميل محمد عبد السلام كما تعودنا في الفقرة الأولى وهي تفاعلكم بمعنى يستطيع المشاهد أن يخطر الحدث الذي يود أن يراه على شاشة التلفزيون في استفتاء هذا الإسبوع عرضنا لكم مجموعة من الأحداث الهامة ووقع اختياركم والتصويت الأكبر من أصواتكم على زيارة الرئيس الفرنسي منويل ماكرون ومرور مائة عام على إنشاء مدينة لبنان ودولة لبنان مشاهدين مائة عام لبنانية هي الأولى على إنشاء هذه الدولة التي ملأت الدنيا جمالا وسحرا وغناءا في كل ربوع أنحاء الشرق الأوسط والدول العربية تحديدا جاء هذا متزامنا مع انفجار بيروت الكبير الذي وقع في الرابع من آب أغسطس الماضي والذي أيضا جاء إليه في زيارة خاصة الرئيس الفرنسي منويل ماكرون ووعد بزيارة أخرى في هذه الزيارة يعرض فيها إصلاحات اقتصادية وسياسية على الدولة اللبنانية أوفى الرئيس الفرنسي منويل ماكرون مرة أخرى بعروضه وبوعوده التي وعد بها الشعب اللبناني في الانفجار الأول وجاء إلى لبنان في زيارة رسمية بدأت في الحادي والثلاثين من آب وتنتهي في الثاني من أيلول سبتمبر الحالي مشاهدين الرئيس الفرنسي منويل ماكرون كما نشاهد هنا على هذه الشاشة جاء إلى مطار بيروت الدولي واستقبله الرئيس اللبناني ميشيل عون وكبار رجال الدولة اللبنانية أيضا جاء الرئيس الفرنسي منويل ماكرون لتوجيه عدد من الرسائل لأساس اللبنانيين والشعب اللبناني تحديدا أيضا كانت هذه الرسالة مليئة بالطمأنة للشعب اللبناني وكانت هذه الزيارة لها برنامج محدد قام به الرئيس الفرنسي منويل ماكرون أيضا مشاهدين من ضمن هذا البرنامج هو زيارة الفنانة المطربة اللبنانية فيروز والتي كان لها أثر كبير ووقع كبير على المشاهدين في كل أنحاء الدول العربية وظن الكثير من المشاهدين أن الفنانة فيروز قد توفيت لكنها لا تزال حية إلى هذه اللحظة كما أيضا لفت انتباه المشاهدين تواضع منزل الفنانة وبساطتها في التعامل مع الرئيس الفرنسي مشاهدين أيضا كان برنامج الرئيس الفرنسي يتضمن مجموعة أخرى منها زيارته التي قام بها ليغرس شجرة الأرض التي تعده علامة فارقة من علامات لبنان ورمزا هاما من رموز لبنان الكبير أيضا كان الرئيس الفرنسي في جدوله زيارة أخرى لرئيس الوزراء الأسبق الحريري ناقش فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية للبنان بعد الانفضار أيضا مشاهدين الكرام في ختام هذه الزيارة قام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بزيارة مستشفى بيروت وأعلن أنه سيقوم بالتبرم بمبلغ 7 ملايين يورو لعادة إعمار هذه المستشفى مشاهدين للاطلاع أكثر على الوضع السياسي والاقتصادي ورسائل الهامة التي وجهها الرئيس الفرنسي تكون معنا مراسلتنا من بيروت عبر السكايب مروى الجوربي صباح الخير يا مروى مروى إلى أن نكون مع الاتصال أيضا تضمنت هذه الرحلة التي جاء إليها الرئيس الفرنسي مجموعة أخرى من الأشياء المحور الأول هو المحور السياسي أهلا بك مروى أيضا هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي تضمنت مجموعة كبيرة من العنوين التي تصدرت الصحر صباح الخير يا مروى نعم يمكن تجزئت زيارة مكرون إلى ثلاث نقاط أو ثلاث محاول أساسية المحور الأول وهو المحور السياسي الذي جاء من أجله مكرون تحدث فيه مكرون مع الزعماء والسياسيين اللبنانيين بلهجة حادة وقاسية بعض الشيء إن صح التعبير حيث أمهلهم بمدة لا تتجاوز الشهرين أي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بإجراء إصلاحات أو المحاولة أو النية الجدية بإجراء هذه الإصلاحات كان من إجراء انتخابات نيابية مبكرة محاربة الفساد والفاسدين إقرار قوانين طلب ويطالب بها اللبنانيون منذ 17 من تشرين حتى يومنا هذا وهدد مكرون اللبنانيين أو الزعماء اللبنانيين أنه إن لم يكن هناك إصلاحات ملموسة لدى اللبنانيين سوف لن تقوم فرنسا بمساعدة لبنان وسوف لن ترسل أصلاً أي مساعدات إن كانت مدية أو عينية أما الشق الثاني من الزيارة فيجاء لطمأنة اللبنانيين والوقوف إلى جانبهم في هذه الأزمة مع هذه المحنة التي يمر بها لبنان باعتبار أن فرنسا لن تترك لبنان وحيداً مدامة الإصلاحات واقعة وحقيقية وملموسة بدل ذلك جلياً بزيارة مكرون المتكررة لموقع الانفجار انفجار المرفأ الذي وقع في شهر آب الماضي واحتكاكه المباشر مع اللبنانيين وعوائل الضحايا والشهداء والمتضررين من الانفجار بالإضافة إلى زيارته لأيقونة الغناء السيدة فيروز التي يحبها اللبنانيون وتعني لهم الكثير وتعني لكم أنتم أيضاً كمصريين الكثير هذه كانت زيارة عينية أو زيارة معنوية انصح التعبير لرفع من معنويات اللبنانيين أختم بشق الاقتصادي لزيارة مكرون حيث الزيارة التي جاءت بمناسبة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير حيث قدم مكرون مساعدات بقيمة 7 مليون يورو لمستشفى بيروت الفكومة التي تضرر جراء التفجير بالإضافة إلى أنه أعلن أن بلاده ستقدم 10 ألاف طن من المساعدات لعوائل الضحايا واللبنانيين المتضررين من التجار والمحتاجين هذه هي زيارة الأولى للمكرون إلى بيروت بعد الترجير مشاهدين كان هذا هو الحدث الأهم لهذا الأسبوع مع الاحتفال بمئوية لبنانية أما في الحدث الثاني الأهم أيضاً من اختياركم أنتم هو قطع المساعدات الأمريكية عن دولة إثيوبيا قالت صحيفة فورين بوليسي في موقعها أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن رسمياً أن الولايات المتحدة بسبب بصدد قطع العلاقات وبصدد أيضاً قطع المعونات الأمريكية عن دولة إثيوبيا جاء هذا القرار تزامناً مع وقوف المباحثات الإفريقية ما بين مصر والسودان وإثيوبيا في أشأن سد النهضة والذي سبب أزمات كبيرة بين هذه الدول الثلاث تأتي هذه الأزمة أيضاً تحت مسميات مختلفة وتداخل عدة من الدول المختلفة مشاهدين أيضاً المخاوف التي تحيط بهؤلاء الدول منها المخاوف التي تحيط بدولة مصر وهو أن نهر النيل يعد بالنسبة إليها كما قال رئيسها عبدالفتاح سيسي أن الأمر بالنسبة إليها أمر حياة أما بالنسبة للسودان فإن الأمر يعد بالنسبة إليها هو أمر تهديد قد يسبب فساد أكبر إذا حدث أي دار لهذا السد مشاهدين أيضاً جاء هذا القرار من وزارة الخارجية الأمريكية بعد استطلاع ومشاورات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاهدين أيضاً هذا القرار يعد بمثابة كارثة اقتصادية وعسكرية لدولة إثيوبيا لأنه هذا القرار يعني توقف 100 مليون دولار كانت تأخذها دولة إثيوبيا وتتصرف فيها في الأمور السياسية والعسكرية وتسليح الجيش لديها وأيضاً كانت تنفق عليه في الأمور التعليمية مشاهدين أيضاً الأمر بالنسبة لدولة إثيوبيا لم يقف عند هذا الحد وفقط بل هو يعني أيضاً قطع العلاقات مع الدول التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ويسبب هذا عداوة كبيرة وعرض وزير الخارجية الأمريكي على دولة إثيوبيا مجموعة من الشروط لعودة هذه المساعدات مرة أخرى ومنها هو الاتفاق مع الدول التي هي محل الخلاف وهي مصر والسودان تحت مشاورات وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي مشاهدين كان هذا هو الحدث الأهم الثاني لهذا الأسبوع أما عن شخصية هذا الأسبوع وتعودنا في كل أسبوع أن نختار شخصية كان لها نشرة واسعة حصلت على جائزة كبيرة ارتدت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير أما عن شخصية هذا الأسبوع فهي وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد الدكتورة هالة زايد فازت بالوصول والقصول إلى قائمة الأكثر مئة امرأة مؤثرة في قارة إفريقيا الدكتورة هالة زايد تعد المدير التنفيذي لأكاديمية 57-3-57 كما أنها أيضا عملت مستشارا لوزير الصحة والسكان الأسبق كما أنها أيضا تعد عضوا تعليميا لكلية الطب أيضا الدكتورة هالة زايد هي عضو مؤسس للمؤتمر السنوي للرعاية الصحية كما أنها أيضا تعد صاحبة دراسات علمية كبيرة في مجاليها وفي المجالات المختلفة فهي حصلت على بكليوس الطب والجراحة من جماعة الزخازيق وحصلت أيضا على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه أيضا في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا نبارك للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية على هذا الشرف الذي تقلدته ليست وحدها ولكن كله مرأة مصرية وإفريقية مشاهدين بهذا الخبر الأخير نكون قد أنهينا هذه الفقرة الأولى من برنامج آخر الإسبوع ويتفاعلكم بعد الفاصل نتحدث عن فقرة اجتماعية خاصة بكم تعرض لكم فيها الزميلة أسماء وجدي موضوعات أخرى جديدة انتظرونا